اشتركوا في القناة وعشرنا الى ان نادي التركي قدم فعلا عرضا ماليا لكن صفيا رفضه الصحف التركية فجأتنا في اليومين الماضيين بكثير من التقارير التي اكدت فيها ان فيجولي اتفق بالفعل مع ادارة نادي فاتح قرى جمرك وان التوقيع والاعلان قريب جدا النادي التركي ورغم انه ليس بالنادي الكبير الا انه يملك بعض المقومات التي تساعده على طلب فيجولي اولها واهمها انه نادي من اسطنبول فيجولي مستقر في مدينة اسطنبول منذ سنوات ولا يريد مغادرتها حتى بعد الاعتزال وبالفعل بدأ تجارته الخاصة هناك حتى انه بدأ تجارته الخاصة لزوجته وفاتح قرى جمرك هو النادي الذي يلبي له هذا الطلب حيث يقع في الجزء الاوروبي من مدينة اسطنبول الى ذلك وفي سيق الحديث عن مستقبل فيجولي دائما اورد موقع ارسون هابر تصريحا نسبه للاعب الخضر حيث تم الاتصال به وسؤاله عن حقيقة قرب انتقاله لنادي بيزيكتاس فيجولي لم ينفي الخبر ولم يؤكده لكنه قال لمحاوره انه ليس الشخص المناسب لسؤاله هذا السؤال والسؤال يجب ان يوجه لادارة بيزيكتاس كشف موقع توتوميركا تواب الايطالي اليوم السبت ان ادارة لاتسيو سجلت عجزا كبيرا في النصف الاول من الموسم عجز مالي كان سببه المصروفات الكبيرة في الصيف عجز لن يتم تصحيحه الا ببيع بعض اللاعبين صحافة لاتسيو تكلمت بالفعل عن بيع بعض اللاعبين كان من بينهم وعلى رأسهم لاعب الخضر محمد سليم فارس بيع فارس وليس اعارته لن يكون ابدا فكرة سيئة بل على العكس سيكون في صالحه الاعارات افسدت مشوار فارس من جينوالي تورينو والان لنادي جديد لذلك فان بيعه بشكل نهائي لنادي يبدأ معه من مشواره من الصفر سيكون الاحسن يشار الى ان نادي هيلس فيرونا يصر على فارس لكن لا يعلم ان كان سيقبل بشرائه ام انه يريده فقط عن طريق الاعارة كشف التقارير الفرنسية في اليومين الماضيين ان ناديين من الدور الفرنسي الليج اه مهتمان جدا بوضعية لعب ميلان ياسين عدلي عدلي وكما هو معروف مرشح بقوة للرحيل في جانفي وهو امر اغرأ ادارتي ليل وايضا نونت على تقديم طلب من اجل ضمه نونت وليل يتواجدان في منتصف الترتيب ويريان ان قدم عدلي سيكون في صالح الناديين ليل ونونت يبدوان بيئتان مناسبة جدا لعدلي لاجل العودة للمنافسة لعبه سابقا في الليج اه سيدعمه ايضا اذ لا يحتاج لوقت للتأقلم ويسيندمج بشكل مباشر لكن رغم ذلك ادارة ميلان لا ترحب بهذه العروض وبهذا الانتقال وترى ان اهم شيء في الوقت الحالي ليس المشاركة بل الاندماج وهو امر لن يحدث في حال انتقل للعب في فرنسا رغم ذلك ادارة ميلان لن تقف في وجه اللاعب وستنتظر رأيه وفي حال قرر العودة لفرنسا واللاعب لأحد هذين الناديين او حتى اللاعب لنادي اخر مختلف فانها لن تقف في وجهه ولو انها ستنصحه وستضغط على وكيل اعماله لاجل اختيار نادي ايطالي يشار الى ان نادي سامدوريا يعتبر النادي الوحيد من الكالتشو الذي طرى بعد للغاية الان انتهى النصف الاول من موسم الليك دوب في فرنسا بتواجد سنتيتيان في الثلاثي المهدد بالهبوط وضعية كارثية غير منتظرة لان الهدف المسطر بداية كان الصعود تقارير فرنسية قالت ان ادارة النادي مقبلة على القيام بميركاتو يجب ان يكون على اعلى مستوى في مركز ظاهر الايصر قال التقرير ان التدعيم اكثر من ملح وتم ذكر اسم لاعب الخضر ونادي سنتيتيان السابق فوزي غلام غلام يعتبر صفخة اكثر من ممتازة للفريق حيث يعتبر ابن الفريق وبدون شك لن يرفض العودة لمساعدته على تجنب السقوط للدرجة الثالثة كما انه فني لاعب اكثر من ممتاز وتدعيم الفريق بلاعب بحجم جزائري سيساعده كثيرا ليس فقط على البقاء بل حتى على تسلق الترتيب لكن في مقابل ذلك لاعب غلام في سنتيتيان انحدث سيكون مغامرة كبيرة مغامرة مالية لان سنتيتيان لن يقبل ابدا بمنحه راتبا كبيرا ومغامرة فنية ايضا على اعتبار ان اللاعب في فريق مهدد بالسقوط للدرجة الثالثة قد يعني نهاية مشوار غلام في المستوى العالي قالت صحيفة الرومانيستا وهي صحيفة مقربة من نادي روما كما يظهر من اسمها ان ادارة روما بقيادة المدرب جوزي مورينيو ما زالت ترغب في تدعيم الوسط بلاعب رابط الاسم المطلوب والمرغوب هو لاعب الخضر المستقبلي ونادي ليون حسام عوار وبحسب نفس المصادر فان ادارة روما لن تنتظر الصيف لعلمها برقبة كثير من الاندية في ضم عوار وبما انها لن تنتظر الحصول عليه مجانا وستطلبه في جانفي فان العرض المالي يجب ان يكون مقنع ادارة روما جهزت عرضا ما بين ثلاث ملايين واربع ملايين اورو وهو رقم رأى الكل في روما انه جد مناسب في انتظار رأي ادارة ليون وهل سترى انه فعلا مناسب ام لا المصدر الايطالي نفسه قال ان مورينيو يسر على عوار لدرجة انه جهز عرضا ثانيا حتى قبل ان ترفض ادارة ليون العرض الاول حيث سيقدم لاعبه ريكارستروب ضمن السفقة كارستروب لاعب مرغوفه في نادي ليون وهو امر سيستغله القائمون على روما لاجل جلب عوار الحديث عن تقديم عرض وعرضين وايضا تسبيق طلب عوار من جوان لجانفي لديه معنى واحد بحسب اعلام روما وهو ادرك ادارة روما صعوبة العصول على عوار نظرا للمنافسة من حوله صعيفة إيلرومانيستا اشرت بشكل دقيق لنادي ميران والذي اعتبرته المنافس الرئيسي على ورقة عوار اعدت صعيفة مونشستر إبني جنيوز تقريرا تكلمت فيه عن العودة المرتقبة للاعب الخضرياض محرز في النصف الثاني من الموسم محرز وكما هو معلوم قدم بداية موسم سيئة تعتبر الاسوأ له منذ وصوله للسيتي قبل اربع سنوات المان إبني جنيوز ترى ان ذلك لا علاقة له بالنصف الثاني من الموسم والكل في الستي يتوقعون عودة قوية للدول الجزائري حديث المان إبني جنيوز عن عودة قوية مرتقبة لمحرز ليس من باب الصدفة ولديه معطيات ارتكز عليها كاتب المقال من اهمها العودة القوية لرياض في اللقاءات الاخيرة قبل فترة توقف الدولي حيث شارك في عديد اللقاءات كأساسي كما سجل لك كثير من الاهداف الحديث عن عودة محرز كأساسي في النصف الثاني من الموسم ليس مرتبط فقط به وبعودته لكن أيضا مع انحضار مستوى منافسه في الفترة الأخيرة جريليش وأيضا فودان بدأوا بداية قوية غطط بشكل كامل على محرز لكن مستواهما تراجع بشكل رهيب في فا قبل فترة التوقف الدولي لدرجة أن محرز وجد أمامهم الفرصة وسجل عديد الاهداف أدل الدولي الجزائري ولعب الغرف القطري يسين براهيمي بتصريحات لصحيفة العرب القطرية تصريحات تكلم فيها عن الحدث وهو المونديال يسين تكلم بداية عن غيابه عن هذه المنافسة وقال أنه تمنى لو تواجد فيها ليعود تلقائيا للحديث عن مرارة الإقصاء حيث قال أنه كان يحلم بالمشاركة خاصة أن الدورة تقام في قطر أدل مدرب بيزيكتاس سيني القونيش بتصريحات الإعلام التركي تكلم فيها عن نديه وعن النصف الثاني من الموسم كما أتى فيها على ذكر لاعبه الجزائري رشيد غزال قونيش تكلم في تصريحاته عن تاريخ عودة غزال وضرورة عودته كما تكلم عن تأثير غيابه وفي هذا الشأن قال غزال لاعب جيد وشخصية عظيمة الأطباء يقولون أنه سيتعافى في فيفري سنرى فعاليته في أولى أيام عودته يمكن أن يتعويضه واللعب بطرق مختلفة ولا يجب أن نتقيد فقط بطريقة لعب يجب أن يكون فيها غزال وعن تأثير غيابه قال غزال لاعب كبير أريد أن أرى في فريق سبع لاعب أو ثمانية لاعب مثل غزال من أجل تحقيق أهدافنا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم